طيب خلينا نروح لزميلي وصديقي والشخصية الجميلة أستاذ خالد عامر نقض الرياضي وأقول له رأيه النهاردة إيه في البوندزليجي خصوصا من برضه أيام الدوري الإنجليزي انتهى بنفس الدراما ولكن مش نفسها قوي يعني ولكن كان فيه دراما أيضا في الدوري الإنجليزي كانت يعني ما بين منشستا سيتي والأرسل خالد تحاتي ليه؟ يا كابتن فاروق يمسى الفل على حضرتك وعلى كل سادة المستمعين والمشاهدين أخبارك يا حبيبي كله تمام؟ أنا زي الفل حراك وحشني جدا الله يخليك حبيبي والله وانت جدا جدا طيب يعني خلينا كلمك على الدور الإنجلي النهاردة لو يعني تبقى تبقى الدراما اللي كانت فيه آه طبعا يعني سيناريوهات كرة القدم اللي حراك كومبريستا بتفتعرضها تلوقتي بداية من 2003 دوري سادع بن نعيم الشهير ما بين الأهل ومرورا بكل الأحداث اللي حراك ذكرتها الحد أخيرا من شستر سيتي آه هو ما كانتش في اللحظات الأخيرة زي ما شفنا النهاردة في الدوري الألماني آه بس يعني أنه الموسم كله بالناس متوقعة بأرسنال وبيقدم الموسم الاستثنائي اللي هو عمله والمستوى الثابت وارتتا والكلام الكبير عن مستوى ارتتا الوصل أرسنال أنه هو يوصل للمرحلة دي أنه يبدو بصدر الدوري الإنجليزي الكم ده من الأسابيع على التوالي وبعدين في الآخر يخسر في آخر كم أسبوع برضو تعتبر المستوى الغريبة في كرة القدم صراحة ما شفتش سيناريو أغرب من السيناريو اللي حقا للمهاردة ده يعني الأسبوع اللي فات البايرن متصدر دورتموند مركز تاني بايرن بيوضي الصدارة لدورتموند دورتموند بيصعد يبقى مركز أول بايرن ما عندهش مهاجم تقدر تعتمد عليه مش هو المهاجم اللي يقدر يشيل فريق بحكم بايرن ميونخ والنحية الثانية عندهم سباستيان هالر اللي راجع من رحلة مرض أو صراع مع المرض وبيفتتح أهدافه أو بيستعيد مرة ثانية أهدافه وكلام بايرن 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 كله بيجتاح ملعب سيجنال أدونا بارد في المناظر اللي شوفناها النهاردة وكل التوقعات بتقوله بيلاعد ما ينزل مركز التافع في الدوري يعني كل المؤشرات بتقول إنه دورتموند أو بايرن 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 سيجا بعد مرور ١٠ سنة أو ١١ سنة على وجه التحديد بيخسر اتنين صفر من او بيتأخر اتنين صفر من ماين. والناحية التانية بايرن ميونيخ قدام اه بيحرز هدف. بيتبقى واحد صفر بالامور بتنتهي لصالح البايرن. اه دورتمون دي نجئك بيجون تقليص الفارق عشان الامل يركع مرة تانية. في نفس الوقت الناحية التانية يحرز هدف من رجل الجزائف. كده الدوري يركع للسجن ادونا بارك تاني. فيقوم بايرن ميونيخ ينزل آآ بجمال موسيالة اللي كان على الدكة عشان يجيب جون من تسجيلة فاروخية. فالدوري يرفع مرة تانية لبايرن ميونيخ. سيناريو غير طبيعي في كم دقيقة على التوالي كده. آآ لا النهاردة كان احداث آآ يعني عارف انت شغف كرة القدم كما ينبغي ان يكون. هيا آآ بتجي تبص للقاء. بتشوف ان دورتمت نهاردة هل ما كانش جاهز ولا كان بالنسبة له. يعني ايه اللي حصل لهم انت تبص الشوت الاولاني والشوت التاني حتى عبال ما جي الهدف الاول يا خالد تحس ان هي مش عايزة تخش بالنسبة له. او ما كانوش مستعدين اصلا ان دا كان يحصل فيهم. انا خليني اقول على حاجتين مهمين جدا. الحاجة الاولانية هي غلطة مدير فني في المقام الاول لانه ما ينفعش يبقى مطش التتويج وما ينفعش يبقى يوم الحسم وانت بتنافس فرأة زي بايرن ميونيخ وتسيب جوت بلنجم على الدكة وتسيب ماركوريوس على الدكة وتسيب كل الاسماء الكبيرة اللي ممكن تحسم او ممكن على الاقل اه تحافظ على استحوازك على الكورة وامتلاكك الكورة ومنع المنافس منها ما ينفعش دولا كلهم يكونوا قاعدين على مقاعد البودلاء وانت بتلاعب اه اي نعم بتلاعب مركز تاسع وكل حاجة بس بنفس الوقت ما ينفعش تأمن مقر كورة القدم خاصة لما يبقى المنافس بتاعك اللي الناحية التانية عامل عليك ضغط انه بايرن ميونيخ ده اولا ثانيا وهو الاهم انه فعلا الفرقة النهاردة كأنها بتعاقب سوريا مش الفرقة الاحداث او الكورة بتعاقب المدير الفني على اختياراته السيئة او على او على بدايته السيئة للمباراة بسوق حظ غير طبيعي الكورة بتخبط في تلات اربع لعيبة وتطلع اوت الكورة تخبط تلات اربع لعيبة وترجع عند المدافع اللي لو يعني لو الكورة بس نص خطوة يمين تروح للمهاجم بدل المدافع يعطيها لو جون لا ترجع المدافع عشان يشتتها اوه كده لا هي كورة كده اوه اوه اي انا مش عايزا انا مش بحبك انا مش عايزاك مش ابيه فهي الكورة كأنها النهاردة كانت بتعاقب المدير الفني لبلوسيا دورتومنت على اختياراته السيئة في بداية المباراة الناحية التانية في بايرن مينخ كاد تومس تخل ان يعاقب برضو على اختياراته السيئة انه بعد ما احرز الهدف الاول رجع بيدافع بكل ما اوتي من قوة ومش قيمة بايرن مينخ ولا امكانيات لعبته انه هو يدافع بهذا الكم من اللاعبين واستقبل هدف فعلا بس الظريف في الموضوع انه عدل الكفة على طول راح مطلع نصير مزراوي وراح منزل جمال موسيالة صاحب الهدف الدوري ده بالزبط جد صاحب هدف الدوري فبعد ما كان بيدافع بخامة لعيبة راح مطلع مدافع وبنزل مهاجم قدر ان هو يجيب لجون فكاد كاد تومس تخل ان يعاقب على الاختياراته السيئة في ادارة المباراة بس ايه يعني زي ما تقول كده القورة حبيته مهاردة قالتوا لا انا انا هلحقك بهم اصل دي خلي بالك خلي بالك خلي بالك خالد يعني البيرن في اوحش مواسمه السنة دي كمان يعني ده ده يعني الدوري حين رقم 11 في تاريخه اه متتالي لكن هو في اوحش مواسمه من وجهة نظري قبل كلا كان فريق اقوى بين كلا بكتير ده صحيح فكانت فورسل مينز يعني مية في الماء كانت فورسل لدورجمو ده ناسف اه كانت فورسل كولن النهاردة ان هو خلينا برضو انا عايز اقول على حاجة موضوع مهمة انه كولن النهاردة كان ممكن يستفيد من فوز بيرن اه سوري اه بروسيا دورتموند بالدوري لانه كولن اه مدي مهاجم لبروسيا دورتموند فيه من ضمن شروط الاو بنود التعاقد بتاعه انه لو بروسيا دورتموند اخذ الدوري فيه نسبة من العقدة هتروح لكولن يعني هياخدوا فلوس لو بروسيا دورتموند اخذ الدوري فالنهاردة كانت فرصة ده موجود ايه في عقد مين؟ في عقد المهاجم انا مش متذكرك في عقد المهاجم اللي راح بروسيا دورتموند بالضبط كده مش متذكر اسمه للاسف الشديد بس احاول افتكره يعني حاول الزاكرة تسعيفني كده وانا بتكلم مع حضرتك ان انا افتكر اسمه اه ده كان فيه موجود في التعاقد بتاعه انه لو بروسيا دورتموند اخذ الدوري بروسيا دورتموند هيكفع لكولن فلوس اضافية يعني على العهد اللي ما بينهم فبالتالي كانت فرصة لكولن النهاردة ان هو تجيله ارباح اضافية كانت فرصة لبروسيا دورتمون ان هو اصلا فيه ناس ممكن تفكر تقولك لا ده هم دفعين لكولن ان يكسب البلايرن عشان ياخدوا فلوس عشان ياخدوا فلوس لا خالص ولا في الحسابات اساسا لا ده جزء من التعاقد لو ده احرز اهدافه ساعة بروسيا دورتم ان هو ياخد الدوري وهو بتجيله فلوس اه ده ليجل جدا فالنهاردة كانت كل الفرص متاحة خاصة زي ما حركت لسه بتقول ان البايرن مش في حالته وفي اسوأ مواسمه او واحدة من اسوأ مواسمه في العشرة اتنشر سنة اللي فاتوا ما عندوش مهاجم ما عندو مشاكل ما بين الارواسة ايه وما بين ساديو ما ايه وخط الدفاع بتاعه مش بالقوة بتاعت كل موسم ان هادا الفرصة كانت موتية جدا لكل الفرق اللي نفسها بايرن ميونخ يقع ان هي توقع بايرن ميونخ ولكن بتستمر ريادة بايرن ميونخ اه بتستمر ريادة بايرن ميونخ في الدور الامان تفسيرك اه خالد ان بعد الحصول على بطولة الدوري بيقيله المدير الرياضي والمدير الثاني اه لانه موس انا انا معترض جدا على فكرة المدير الرياضي اه انا بالمناسبة معرفش اه بايرن ميونخ هو الاقال المدير الرياضي والمدير الفاني ليه اه يعني هو ده الخبر اللي جايلي او يعني موجود قدامنا يعني حسن صالح حمديتش وتوماس توخل لا توخل لا توخل لا اه اوليفر كان وحمديتش اه والله طيب انا خليني اتكلم في القصة دي انا كنت عايز اتكلم فيها من شوية اه لانه انا معترض اصلا على اداء الاداء الاداري الخاص ببار ميونخ لانه ماينفعش بكل حالة وعشان كده كان نفس ببار ميونخ يخسر الدور بالمناسبة لانه ماينفعش نجلز من يكون موجود مشروع مدرب للمستقبل عنده امكانيات كويسة اه بيستراجل شوية بس عنده امكانيات كويسة تمشيه في نص السيزن وتجيب توماس توخل اللي بعيد تماما كطريقة لعب عن بار ميونخ اه توماس توخل كان مميز جدا مع تشلسي وقدري يخليهم ابطال اوروبا اه ما كانش مميز اوي مع باريس سان جرمان ما عملش البطمة اللي تذكر يعني مش هو اللي اتخلى عن المشروع اللي انا ببني للمستقبل عشان اتعقد معاه اه لو بيب جورديولا هقولك تمام لو يوب هارنجس هقولك تمام لو قالك دوركسن راجع للتدريب هقولك تمام بس مش توماس توخل ان انت تمشي ناجلزمن وتجيب توماس توخل في الظروف دي اه وبتطيح بناجلزمن من غير مبرر غير انه طب احنا احنا خايفين ان توماس توخل يروح ريال مدريب فهناخد احنا ده كان شيء بالنسبة لي عبثي جدا واللي واضح على فكرة على اداء توماس توخل واللي واضح على اداء بار ميونخ فيه الاوينة الاخيرة بالمعاناة الشديدة في دور الابطال والمعاناة في الدور الالماني في التبيع الاخيرة والمعاناة النهاردة لا هو توماس توخل ما كانش ينفع ليجي ففي البداية دي كانت خطأ مين كانت خطأ الجزء الاداري اللي هما قول بركان وحسن طالح حامدتش بالزبط هو كانوا شايفين ان المشكلة في الجزء الاداري وان كان طبعا توماس نفسه يعني قدر انه حقق بطولة الدورة في الظل طبعا صعوبة للموسم بنسباله يعني انا بس عايز بطولة الدورة بالنسبة لبار مينخ ما هواش انجاز اه ما هواش انجاز انا بحقق اقول مرة الاثناشر على التوالي فيعني هو الانجاز ان هو كان يحسنه قبلها بعشر اسابيع تمام ده يعتبر انجاز بطيف ان انا اوصل لفاينل تشامبينز ليج ان انا اخد تشامبينز ليج ان انا احقق السوداسية في موسم دي كلها انجازات ممكن نعتدي بيها بس في الدورة الالمانية تحديدا حصول بار مينخ على اللقب الدوري انه هو ما حاسبوش من بدل اذا خطأ وهو الشخصي فهو اللي يولام انه هو ما حاسبوش مش هنذكر انه هو اه ادر ياخد بطولة الدوري لا احنا هنقول هو ليه قعد مستني لحتى اخر عشر دقايق عشان يحسم لقب الدوري وبالتالي هو مش انجاز بالنسبة لا لبار مينخ ولا بالنسبة لتومس سوخي المينوبيوت نظر يعني خالد اخيرا قبل ما اختم معاك كلامي بقى خلاص عن الدوري الالماني اه 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 اخدك لدوري ابطال انت بتتكلم فيه عشان مباير نوع خرج شايف المباراة النهائية منشستر والانتر يوم عشر مشاء الله شايف هتكون راحل مين تظل المستوى الفاني اللي انت شايفه الاثنين وانا عارف ان انت محب جدا للكورة الايطالية اه اه اوانا ميلانيستا طبعا مش انتريستا بس هايكون قلبي في المباراة دي عشان الكورة الايطالية الكافة بنسبة 100 بتميل لمصلحة مانشستر سيتي بس واهم لو حد كان يفاكر انه المباراة هتكون من جانب واحدم استحواذ على الكورة ممكن تبقى من جانب واحد ممكن منيشستر سيتي ياخد الكورة يلعب بها الواحد ومعناب ماش مشكلة كخطورة ممكن تبقى تصالح مانشستر سيتي ولكن لينتر مسلح بسكوات قوي جدا بدك عندها حلول ممكن تنزل تعمل الفارق عندها انضباط تكتيكي في الناحية الدفاعية قادرة ان هي تزهق منشستر سيتي وبالتالي ممكن سنيوني انزاجي يلعب على فكرة ان هو هيزهق منشستر سيتي بالتكتل الدفاعي عنده ظاهرين اجنات هما الافضل او من الافضل في اوروبا في الوقت الحالي سواء دانزل دومفريس الباك اليمين او دي ماركو الباك الشمالي اللي بيقدم موسم اعجازي بالنسباله قادرين على ان هما يتحولوا هجوميا بشكل سريع وبالتالي احنا ممكن نتكتل دفاعيا ونسيب الكرة المانشستر سيتي يستحوذ عليها وينقل الكرة براحته ونلعب احنا على التحولات في ظل وجود واحد زي بروزوفيتش في نص الملعب زي حاكان شلنغل في وسط الملعب زي باريلا في نص الملعب قادرين على نقل الكرة بسرعة لمنتصف ملعب المنافس وعندنا تلاتة قدام اعتقد ان المباراة مش مباراة ايدان جيكو خالص انه بطيق شوية اعتقد انه الاقرب للمشاركة في المباراة دي هيكون لو تارو مارتنيل ورومال لوكاكو اعتمادا على سرعتهم وعلى قدرتهم على حالك عارف ان التخبيط والجري والمجود البدني ان هو اه يعني هيكون محتاج حد شارس على الكرة يقدر يروح من انصاف الفرص يهد الدفاع مش مجرد ان هو بس يجلي وخلاص لا هيكون عايز حد قوي بدنيا ان يقدر يهد في الدفاع لان هو هيكون بيلعب تكتل دفاعي فاعتقد انه جهد سيناريو المباراة الاقرب يعني طيب يعني احنا هنستمتع بماتش يوم عشر اللي هو دوري ابطال اوروبا ويوم حد عشر بأمر الله بأمر الله بأمر الله يكون يوم تتويج النادي الاهلي بأمر الله خالد يعني عندنا يوم اربعة اه لكن يوم حد عشر هو بقى يعتبر اخر ماتش في المباراة النهائية سابقة طبعا يعني الاهل ان شاء الله يكسب هنا في القرى ماكسب حالو ثم المباراة التانية يكون في نتيجة ايجابية بشكرك يا خالد ودائما بتشرفني وبتمتعني الحقيقة من خلال كلامك عن الدوريات والاوروبية وكل التفاصيل الخاصة به الكرة اوروبية وايضا طبعا خلال الدوري المصري خالد عامر الناقد الرياضي بشكرا شكرا جزيلا